السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطباق وصفاتي اليوم شاء الله غنحضر معكم ألد وأسرع وصفة اللي يمكن لكم تحضروها الفطور ديال الصباح والليل قوتي غنحضر معكم شاء الله بطريقة اللي ساهلة وسريعة وكذلك المكونات اللي بساطين واقتصاديا قبل ما اندزوا الوصفة دياليوم منصر الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وضبا خليكم على المقادير وكافية تحضير بسم الله على بركة الله كمكونات ديال وصفة دياليوم شاء الله غنحتاج 8 ديال كؤوس ديال الدقيقة اللي هي 800 قرامة المهم بالنسبة لكمية كتبقى على حسب الأفراد ديال عائلة ديالكم يعني لو غيتوها كيتقلوا ولا تكترو خليكم معي شاء الله وغنشرح لكم جميع التفاصيل بالنسبة لدقيق كما كان ذكر لكم دائمان إلا كان عندكم الميزان وزنوح مكاش عندكم الميزان دقيق غرب له والكؤوس عمروهم غير بالملعقة المهم يا إحبائي لعجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تبخلوش علييا باللايك ديالكم باش تجعوني ولكتوك تزولوا القناة ديالي لأول مرة مرحبا بيكون في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا ان شاء الله بكل جديدي كذلك هنا غنضيف واحد ملعقة صغيرة ديال ميلح والملعقة تبقى على حسب الدوق وملعقة كبيرة ونصف ديال الخميرة ديال الخفز ولا الخاميرة الفورية كذلك غنضيف جوج ديال ملعق كبار ديال الخل بالنسبة الخل يعني في حالتك كيلدرتو كمية صغيرة كل ربعة ديال الكؤوس كتضيفولهم ملعقة كبيرة ولا كل جوج ديال الكؤوس كتضيفولهم ملعقة صغيرة معني ديال القهوة المهم هدي هي الكمية المضبوطة وبصراحة بالنسبة للدور ديال الخل فهو مهم يمكنكم استخدموا الخل الابيض ولا الخل العالي اللي متوفار كذلك كما لاحظتوا معاي ضفت واحد ملعقة صغيرة ديال السكر وكنبدأ بالعجنة بالنسبة للعجينة ديالنا كنعجنوها بالمال اللي كيكون دافي وكنضيف المغير شوية بشوية باش هكيا كنتحكموا في القوام ديال عجينة ديالنا في اللول كندخلت لسي ديال الكؤوس ديال ما بقي اسكاس العنبة اللي هي 450 مليلي لتر ولاحظوا معاي القوام ديال العجينة في اللول كي كيكون كتكون اكي واحد عجينة اللي رخوة شي شوية وكتلتسق في اليدين بحالي رشكل فهذا المرحلة هدي غنضهناق بزيت نباتي ونغطيها كي بوحل قطعة ديال تسوب كمي يمكنكم دروك وحل قطعة ديال بلاستيك وغنخليها خمسة ديال دقايق لاحظوا معاي بعد ما كتمر خمسة ديال دقايق القوام ديال العجين كيفاش كيكون كتكون اكي واحد عجينة اللي رطبة ورخوة المهم فضل مرحلة هدي كنحولو اكي ندلكو العجينة ديالنا عندي هنية كس ديال ما دائما اللي ما كيكون دافي وكندلكو العجين ديالنا في اللول هكي بحل مسمين حتى كيبدأ هكي القوام دياله كيخفاف شي شوية المهم بالنسبة لهذا الكمية ديال ما بالأفضل دروه كيفش يزليفة باش كتبقا واكي غير كتخمرو في الأصابع ديالكم وكتدلكو في العجينة كيما كان عارفو بالنسبة العجين ديال شفنج كيبغيها كي يدلك كل مدلكتو العجينة ديالكم وعطيتوها كي الوقت حتى كتبدأ كيددل فقاعد وكتنتفخ كييجي هكي السفنج ديالكم مهوي ومجعب من الداخل لأن هذا واحد من الأسرار اللي كيخليها كيي السفنج يجي مهوي ويجي بجعب من الداخل لاحظوا معي هنا كندلكا كي العجينة باليدين ديالي بجوج بحل الشكل باش كتسهل علي الخدمة من الأفضل ديروها كي اليدين ديالكم بجوج يعني ما تديروش غير يد واحد ويكون عليها الضغطة وكل مرة هكي كان في الزجول اللي كان نبللو غير الأطراف ديال الأصابيع وإحنا كنخبطو في العجينة لاحظوا معي العجينة القاوم ديالي كيفاش كييكون وإحنا كندلكوها كتبدأ كيددلنا الفقاعد بحل الشكل هدايا هدا كيدل بأن العجينة ديال نارة ناجحة كما أذكرت لكم أهم حاجة هي العجينة في هذه المرحلة هدي تحاولوها كيتخبطوها مزيان يعني تقريبا هكي واحد لاربعة ديال دقايق ولا خمسة إحنا كتبدأ كي العجينة كتدير الفقاعات كما كتلاحظوا معي في صراحة عجينة رائعة كما كتلاحظوا معيكم إلا يعني تطبقوا الوصفة كما هي حاولوها كيتخلوا العجينة ديالكم في الأول ترتحشي شوية ويعاد تكملوا بالعجنة لأن هاد المرحلة هدي في صراحة كتساعدنا بزاف والعجينة ديالنا الضغية كتتلك معانا وكتدا كيددرنا هالفقاعات وباش كتعرفوا من العجينة يعني هي هاديك في الدلك ما كتبقاش تلتصق في اليدين يعني كتولي كي واحد عجينة اللي لازجة القوام ديالها كي يكون كي لازج شي شوية وكتكون هكي خفيفة بحالي الشكل وكتبدأ تدر لكم فقاعات بزاف بحالي الشكل هدايا ودو القوام بالنسبة لكمية ديال ما تقريبا دخلت الكمية كاملة اللي هي ربعة ديال كو استمية ميلي لترا يعني تقريبا نبقات لها كي واحد ملعقة المهمتو ما كيبقى على حساب الانتصاص ديال الدقيق ديالكم كي المدقيق اللي كيتشربوا كي اللي عجينة كي ملاحظتوا معي القوام ديال يباين فهد المرحلة هادي غانحتاجوا الكوكوت والطنجرة ديال الدغط اللي كندهنوها بوحشوية ديال زيت نباتي بشكل الجينة ديالنا مني كتختامر كترتفع وكنوضعوها كي الكمية كاملة فهد الكوكوت وكنسدوها مزيان وكذلك كنديرولها صفيرة كما كتلاحظو بحالي الشكل وكنخليوها غرف السطح ديال العمل يلكن هاكي الجو بارد يمكن لكم تغطيوك بشي غيطاء كي بشي قطعة ديال توب الكوكوت ديال كوم أما دبما يحتاج تغطيوها غانخليها كي غرف السطح ديال العمل تقريبا هاكي واحد لعشرين ولا خمسة وعشرين دقيقة لاحظو معي دك الضغط اللي كيتكون في الكوكوت يعني كنخليوها كي غرف السطح ديال العمل ومنك نخليولها الصفارة يعني كيتتجمع فيها دك النفس ولا دك الضغط وبصراحة بالنسبة لها الطريقة هذيفة هي عملية يعني العجينة ديالنا الضغية كتختامر في حالتك كي لكات العجينة غتاخد معاكو ماربعين دقيقة كتاخد غير عشرين وكي ما كتلاحظو معي بالنسبة لتخمورة ديال العجين يعني العجينة كتختامر وكتولي كي بحال خيوطة بحالي الشكل وكي ما كنعرفوه بالنسبة لشفنج كي بغي الاختمار لهذا ننصحكم ديرو في هاد الكوكوت يعني كتخليه تضغط ويختامر على خطره بحالي الشكل هدايا لاحظو معا القوام ديال عجينة كيفاش كي يكون كتكون اكي واحد عجينة اللي هي مختامرة وكي ما اذكرت للكم كتكون اكي بحال خيوطة بحالي الشكل هدا هدا كي يعني بني العجين ديالنا يعني ناجح بحالي الشكل ومختامر على خطره دبعا ان شاء الله غندوزو ونكورو الشفنج ديالنا كندهنوها كي شي سينية ولا شي بلاطو بحشوية ديال الزيت وكنكوروه بالنسبة لشفنج فانا غنديروها كي يعني الحجم ديالو كي يكون متوسطة يعني ماشي كبير وماشي صغير يعني الكمية اللي عندي خرجتلي تقريبا اكي واحدة 17 كويرا بالنسبة لشفنج ديالنا مباشرة كندوزو نطيبوه يعني مني كنكوروه كتكون عنا الزيت كتسخون منكي احترش يرتاح فاد المرحلة هدي ولا يختامر كان غطيوها كيغير بوحله القطعة ديال البلاستيك فاش مي ينشوفش معنا ولا يدرنا fabulous القشرة وكان بدو في الطياب، لاحظوا معي هنا يا بنسبة للطياب عندي اكي هاد الكسرونة هدي اللي اقدرت فيه كي واحد الديالزيت اللي كتكون مرتافعة يمكنكم كي ديروا مقلات لي كيكون كبيري غروه هو الزيت خصو يكون مرتافع وكذلك عندي واحد الМقلات لي فيه واحد التقضي ما يضيوها peac��을 اخلاف حليش كلا وكنوضعوها في الاول فهذا المقيلو هادا ايا بالنسبة لهاد المقلة هادا شوعلة ديالو كتكون مهيلة وبالنسبة لكسرونة كتكون شوعلة متوسطة كنخليو الشفنج ديالنا حتى كيتماسك وكيبدأ كيدرنا الفقاعة في حال الشكل هادا ايا وهاد كنهزوها وكنوضعوها في هاد الكمية ديال الزيت اللي كتكون كتيرا يعني شفنجة ديالنا ما كنخليوها حتى كطيب غير كتشد راسا في هاد المرحلة هادية فانا كنضغط عليها بالملعقة حتى هاد الشكل وكما كاتلاحظوه ما شاء الله فالشفنج ديالنا كينتافخ ما كيحتشة كينخوي له الزيت ولا شي حاجة اهم حاجة الانا يكون صغير شي شوية والكمية ديال الزيت بتكون مرتافعة في حالة هادا بغيتوها كيتقليو كمية كتيرا يعني ما تقليوش بالوحدة ديرو مقلة ليكون كبير ومنها كتنزلوها كيالحباس في المقلة ديالكم حاولوها كيتهزو واحدة المغرفة اللي كتكون كبيرة ديال الزيت ودخوها دفعة واحدة باشا كيالشفنج كينتافخ يعني ضغية يعني ماشي بحالكي الملعقة كتخوغرب شوية ها كيالشفنج ما كينتافخش معاكم المهمتو ما كيبقى على حسب المتوفر عندكم هنا كنخليو الشفنج ديالنا حتى كيتتحمرة لاحظو معي كيفش كي جيكي منفقح ومنفخ حالة الشكل وهاكي غنستمر حتى غنكمل كمية اللي عندي وهدي يكون الشكل نهائي ديالشفنج اللي حضرته معاكم بطريقة اللي مبسطة وناجحة مئة بالمئة مع لكم إلا الطبق الوصفة لاحظو معي السفنج ديالك كيجي 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 مذهب بالنسبة الوين كيبقى على حسب الدوق ديالكم دبا ان شاء الله غنحلو معاكم لاحظو معي بالنسبة لك الطبقة الخارجية كيجي مقرمشة وكيجي كيشفنج ديالن مهوي ومجعب من الداخل كيما اذكرت لكم شفنج ناجح مئة بالمئة مع لكم إلا الطبق الوصفة وتاكلوه انتم ووليداتكم بصحة الرحاها كم قليلا نودعكم تلقى ان شاء الله فيديو آخر مع السلامة اشتركوا في القناة